بسم الله الرحمن الرحيم طبعا راح ان شاء الله نقوم بشرح مادة الاول ثانوي بجميع فروح وتاريخ الاردن وصلنا لعند الانجازات اللي قام فيها الملك طلال بن عبد الله شرحنا درس الملك عبد الله الاول وانجازاته الداخلية والخارجية وان شاء الله شباب صبايا انا عطيتكم بعض تلك ورقة عمل او التلخيص وهسا ان شاء الله راح اقوم بشرح المادة انت بتمسك التلخيص اللي انا شرحته مع الشرح اللي انا ان شاء الله راح اطرحه وبتخططه على كتابك وبتفهم كل كلمة انا بحكيها طبعا هاي المادة ان شاء الله يا اول اذا ربنا احيانا وما متنا نعاد شرحها بمادة التوجيه بشكل اوسع وان شاء الله ربنا بهد البال و بتكون امورنا احسن انا بدأ حاول انجزها بسرعة حتى اوصل الاوراق النقاشية انا حاب انت بالاول ثانوي تخلص الاوراق النقاشية وتحفظها بالاول ثانوي فراح اطرق لهذا الدرس على السريع شوي وبتمنى منكو انتو تساعدوني يعني انتو تاخد هاي المادة بناء على شرحي وتخططها على كتابك وان شاء الله يعني هو راح ينعاد كله هذا راح ينعاد لكن احنا عساس نسهل عليك بالحفظ شوي خلينا نبلش بالانجازات السياسية للملك طلال بن عبد الله ونحكي عن نشأته وحياته ولد الملك طلال 1909 طبعا الوزارة بتركز على السنوات وين درس الملك عبد الله في عمان وين انها دراسته الثانوية وزي ما حكيت لكم عن درس الملك عبد الله الاول التحق بكلية ساندهيرس العسكرية في بريطانيا تخرج فيها عام 1929 هاي السنة مهمة باي عام تخرج عاد بعدها طبعا العمان حيث يلتحق بكتيبة المشاء الثاني وكل كلمة بالنقطة الثانية عليها ممكن يكون سؤال وزاري وزي ما برجع احكي لك يا اول انه ممكن تيجي عليها سلة وزارة مش يجي اذكره من النشأ والحياة تبعته تمام مثلا في اي عام ويعينه وليه للعهد في سبعة دار 1947 مثلا شارك الملك عبد الله في نقطة رقم ثلاث في حرب فلسطين 48 وكان يقاتل مع الجيش العربي بالصفوف الامامية كان لوجوده اثر كبير في رفع معنوية الجيش في عليها سؤال وزاري اللي يعلل كان لوجوده اثر كبير في رفع معنويات الجيش ليش؟ لانه كان يقاتل بالصفوف الامامية في حرب عام 1948 في عام 1948 طيب هسا ليش نقطة رقم خمسة ليش نودية بالامير طلال ملكا للبلاد ليش؟ على اثر استشهاد والده اللي هو الملك عبد الله الاول وحكينا وين استشهاد الملك عبد الله الاول على ابواب المسجد الاقصى نودية بالملك طلال ملكا للبلاد تمام؟ طيب نيجي لأهم انجازاته السياسية الداخلية على صعيد الدولة الاردنية حريصة منذ مدة حكمه القصيرة طبعا كلكم بتعرف الملك طلال ما حكم كثير منذ فترة حكمه القصيرة عضرورة تماسك المجتمع الاردني وتعاونوا ليش جماعة حريصة الملك طلال منذ فترة حكمه القصيرة عضرورة تماسك المجتمع الاردني علل علل حط عليها سؤال علل وذلك لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية حتى يواجه التحديات الداخلية والخارجية عندك مقول له قال الملك طلال يحتاج هذا البلد إلى التألف والتأذر والتعاون لآخر المقولة طبعا مقولاته هاي المقولة ما هي مناسبتها ومين حكاها حكاها الملك طلال ومناسبتها حتى يواجه التحديات الداخلية والخارجية سمعتوا شباب إذن مناسبة المقولة حتى يواجه التحديات الداخلية والخارجية قال هذه العبارة يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآذر والتعاون ويحتاج إلى الثقة بهذا الوطن والثقة بإمكانياته والثقة بكفاءة أبناؤه قائلها الملك طلال إيش يا جماعة مناسبتها مناسبتها اللي هي التآلف والتآذر والتعاون بين الشعب الأردني والشعوب العربية مرات يا جماعة مناسبة ها هفهم شو بحكي مناسبة المقولة بتكون موجودة فيها هون المقولات مش حفظ إلا المقول الوحيدي اللي إيجاد حفظ اللي هي هاي المقولة كل المقولات مش حفظ بس أذكر مناسبتها ومن قال ما عدا هاي المقولة يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتعاون والشباب الله يرضى عليكم هاي مقولة الوحيدة اللي إيجاد حفظ هاي المقولة طيب كيف حرص الملك طلال على ضرورة تمسك المجتمع الأردني وتعاونه كيف حرص على ضرورة تمسك المجتمع الأردني وتعاونه حتى يواجه التحديات الداخلية والخارجية ليش؟ لأنه بحتاج هذا البلد إلى التآلف والتعازر والتعاون وأيضا بس آسفي هوني شباب عشان الدوسية كانت الطباعة شوية وحكيت لكم أنا الدوسية شفيها شوية فالموجود عندك هون إنه شوية الكلمات مترابطة في بعضها وحكيت لكم أصلا في إنه في لسه تعديل على هاي الدوسية طبعا التعديل على هاي الدوسية قلت لكم عبارة عن تعديل أخطاء ملايية بس مش أكثر تمام؟ فأنت نقترق رقم اثنين هي من الكتاب بالطول هالي هي بحتاج هذا البلد إلى التآزر والتعاون ويحتاج إلى الثقة بكفاءة أبناؤه طيب على الرغم من قصر حكم الملك طلال إلى إنه كان له إنجازات داخلية في داخل الأردن أصدر دستور 52 وأنشاء ديوان المحاسبي هذولة اثنين من إنجازات الملك طلال الداخلي طيب تعد الإصلاحات الدستورية منها من إنجازات الملك طلال ليش يا جماعة؟ لأنه عزز الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأجد دستور عام اثنين وخمسين متواقفقاً مع النظم الدموقراطية الحديثة عشان هي طيب جاء دستور عام 1952 متوافقاً مع النظم الدستورية الحديثة من أبرز ما جاء في هذا الدستور إذن ماخذ طلع كيف كيف أسلت الوزارة؟ ماخذ إجابة السؤال اللي قبل اللي هي متوافقاً متوافقاً مع النظم الدموقراطية الحديثة أخذها وصاغع شكل سؤال عشان هيك أقول لك أدرس من الكتاب أدرس من الكتاب الله يرضى عليك وهذه المادة نزلها على الكتاب أول شيء أجد دستور 52 متوافقاً مع النظم الدموقراطية الحديثة هذا النظم الدموقراطية الحديثة هي إجابة السؤال اللي قبل وذلك لأن المملكة الأردنية هاشمي دولة عربية مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي ثلاث كفلة دستور الأردني في سنة 1925 مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن الأردني ركزوا لي في هذا السؤال نقطة رقم 1 و 2 و 3 نقطة رقم 3 عليها سؤال وهي أصلاً يا جماعة إجابة سؤال تمام؟ طيب المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة هاي فيش فيها مشكلة أنا لما بحكي بحكي بالمختصر بس أنت بتكمل النقطة الآخرة زي ما أنا كاتب لك طيب فيش عليها مشكلة نظام الحكم نيابي ملكي وراثي نيابي ملكي وراثي حكيت لك بدرس الملك عبد الله الأول كان ملكي نيابي وراثي وتغير في عاد الملك حسين أسفي في عاد الملك طلال حتى لأنه ابنه الملك حسين رح يستلم من بعده عشان هيك طيب نقطة لقم ثلاث كيفية الدستور الأردني مجموعة من الحقوق والحريات هسي يا شباب نقطة ثلاث إذا إجدك من ضمن النقاط لعند المتعلقة بالمواطن الأردني لكن هي عليها سؤال بالكتاب هاي السؤال تحت صنف الحقوق والحريات السابقة إلى سياسية واجتماعية واقتصادية أنا حطيت لك هاي النقاط اللي موجودة بالكتاب وحطيت لك جانبها كل وحدي سياسية واجتماعية واقتصادية حقوق ومين منها حريات تمام طيب واحد الأردنيين ما من القادون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات حطيت لك ياها سياسية تكفر الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانية حطيت لك ياها اقتصادية والتعليم الاجتماعي تحمي الدولة حرية القيام بشعار الأديان والحقات طبق العادات المرعية في المملكة حطيت لك ياها هايها اجتماعية حرية التعبير عن الرأي قولا أو كتابة أو تصوير مع ضمان حرية الصحافة سياسية حق الأردنيين في الاجتماع وتأليف الجمعيات والأعزاء أبعط لك ياها سياسية هاي السؤال صنف الحقوق والحريات يا السابقة للسياسية واجتماعية واقتصادية شباب الله يرضى عليكم لو إجدتكم هاي النقطة ثلاث كافلة الدستور مجموعة من الحقوق والحريات يا سيدي بتكتب الخمس نقاط لكن لو قل لك صنفها بتكتب جانب كل واحد منها يعني انت بتكتبها وبتصنفها طيب عدتي ثلاثة من الحقوق والحريات لكافلة الدستوري الأردني هي معطيك سؤال وزاري اجعليها بهذا الصيغة كافلة أو عدت ثلاثة من الحقوق والحريات لكافلة الدستور اللي هم ثلاث بده من الخمس نقاط لو هون ما كتبتش جانبه سياسي اجتماعي اقتصادي عادي لأنه بده النقاط خلينا نكمل هون درس الملك طلال ونشوف اتميز دستور عام 1952 بالخصاص عدة اللي نظمت مواد دستوري العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نظمت المواد الدستوري العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضاية ركزوا لي هون يا شباب اتميز دستور عام 1952 بخصاص هم خصاص ثنتين اللي نظمت مواد دستوري العلاقة بين السلطتين تشريعية التنفيذية واستقلالية السلطة القضاية طيب لو جينا وحكينا نظمة مواد دستوري العلاقة بين السلطاتية الشرعية والتنفيذة على إنحوه بقول رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين من مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام النواب إذ قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة أو أنه يعني إذا مجلس النواب قرروا ما بدهم وزارة معينة بناء على طبعا شروط وقوانين مش ما بتطرحوش الثقة بالوزارة زي ما بدهم لا بتكون قوانين وأشياء محطوطة كمان كل وزير لازم يكون مسؤول عن وزارته طبعا هذا السؤال إيجى كثير بالوزارة والسنة الماضية هي اللي عدت علينا إيجى بالوزارة اللي هي نظمة مواد دستوري علاقة بين السلطاتية التشريعية والتنفيذية استقلالية السلطة القضائية يعد القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون انتبوا عليه الشباب الاستقلالية إذن السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات لكن لازم توشح بإرادة ملكية سامية تمام لازم الملك لما بنعين القضاء صح بنعينه محسب قانون القضاء لكن الملك لازم يعرف ديوان المحاسبة بدنا نشوف يا جماعة ديوان المحاسبة له تعريف وسبب نشأته موجود بالتعريف يعني أول شي بتمسك التعريف تحفظه أي سؤال بيجي على التعريف بيكون من ضمن هاي اللي هي الثلاثة أسطر أو السبب إنشاؤه أو كيف يراقب ديوان المحاسبة انشأ ديوان المحاسبة الـ 25 في عهد الملك طلال بن عبد الله ليش انشأ حتى يراقب الإيرادات الدولية ونفقاته طرق صرفة طيب كيف يراقب ديوان المحاسبة عن طريق تقديم تقرير سنوي لمجلس الأعيان والنواب عن المخالفات المرتقبة بحق المال العام فهمتوا كيف إذن أنشأ ديوان المحاسبة عد الملك بن طلال ليش وكيف يراقب ديوان المحاسبة بأي ثاني أنشأ ديوان المحاسبة تمام خلينا نيجي لآخر إشي إنجازات سياسية الخارجية للملك طلال من إنجازات سياسية الخارجية للملك طلال حرص الملك طلال في تطوير العلاقات الأخوية مع الدول العربية وتنظيمها بحسن العلاقات مع الدول العربية المجاولة التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك أو اتفاقية الضمان الجماعي للتعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية وتوحيد الجهود والبلاد ركزوا لي في النقطة رقم ثلاث التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك هايجة تعريفة ايش هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك اذا ايجاك اتفاقية الدفاع العربي المشترك بتقول هي اتفاقية ضمان الجماعي العربي لعام 1951 هدف التعاون في الشؤون السياسي والاقتصادي والاجتماعي لو قال لك عرف التفاقية ضمان الجماعي هي نفسه اتفاقية الدفاع العربي المشترك والساني نفسه ليش انشئت اتفاقية الدفاع العربي المشترك من أجل التعاون في الشؤون السياسي والاقتصادي والعسكرية طيب تعذر استمرار جلالة الملك عبدالله طلال بن عبدالله أسفي الملك طلال بن عبد الله بسبب تعذر استمراره في الحكم بسبب مرضه بسبب مرضه تعذر استمراره في الحكم فنودي بالأمير الحسين بن طلال عام 1952 ملكا أو أميرا على البلاد ملكا على البلاد وقد توفي الملك طلال في 7 تموز 1972 توفي ديروا بالك على سنوات اللي توفوا فيها الملوك وانتبهوا هون للملك حسين ليش هكذا تغير نظام الحكم من ملكي نيابي وراثي لا نيابي ملكي وراثي بسبب هذه القصة أنه الملك عبد الله الملك أسفي طلال تنازل عن الحكم لابن الأمير حسين بسبب مرضه وكان الملك حسين الصغير فهسا رح نيجي إلى درس الملك حسين ونشوف كيف تعين عليه مجلس وصائية وكيف أنه الملك حسين استلم بوقت كان فيه صغير شباب الله يرضى عليكم ادرسوا الدرس منيح وأي سؤال بدك يا ما فيه مشكلة ما تعقدوا حالك وتظلك تقول ممكن يجي السؤال بهاي الطريقة أنا أعطيتك اللي بقدر أعطيك يا هسا لكن إحنا إن شاء الله دربنا أحيانا ما متنا بس نيجي لموضوع التوجيهي أنا يعني أكثر أكثر بيكون المواضيع بتكون أوسع إن شاء الله والأمور بتكون أحسن من هيك بس أنا شرحت بشكل عام بسا هاي الأسئلة المطروحة كلها أسئلة مرت وزارة ضلوش تتعمقوا كثير بإنه ممكن يجي هيك وممكن يجي خلاص خليك على الأسئلة اللي أنا أعطيتك يا هاي كلها أسئلة وزارة هاي المادة نفسها أعطيتها للتوجيه نفسها يعني ما غيرت عليها والشرح نفسه الله يرضى عليكم أي إشي بتكون يا حياكم الله